وفي خبر آخر حذر العديد من المختصين من ظاهرة رينود والتي تظهر في فصل الشتاء وبالتحديد على شكل برودة وشحوب في مفاصل يدين وحالة تشنج في مناطق مختلفة في الجسم مما يؤدي إلى تغيير لون المنطقة فما هي هذه الظاهرة وما مدى خطورتها للحديث أكثر ينضب معنا عبر الهاتف سليمان الجهاني استشاري الباطنة والروماتيزيوم أهلا وسهلا فيك سليمان الجهاني أهلا حياكم الله وحيا الله مشاهدين ومشاهداتك الله يحييك في البداية نبي نعرف إيش هذه الظاهرة ظاهرة رينود وإيش هي أهم تأثيرها على الإنسان طيب هي ظاهرة رينود عبارة عن تضيق في الشرايين يحدث ما نسمي بالتشنج الرائح نسمي بالتشنج في الشرايين الصغيرة لما يؤدي إلى تغيير في اللون الجلد المصاحب لهذه الظاهرة الظاهرة عادة أن تكون في الصابع اليدين وصابع الرجلين ممكن تكون في فماك الأخرى مثلا شحنة اليدين أو طرف الأنف لكن غالبا ما تستعم معنا في الصابع اليدين والرجلين هي عبارة عن تغيير أنه يحصل عادة أنه يحصل شعور بالوخزة وشعور بالبرودة والتميل وتغير في اللون المصاحب ويكون فيه تغيير مميز جدا بالنسبة لنا لأنه يمر على ثلاث مراحل مرحلة الأول يكون فيه شحوب أو اللون يميل إلى البيض بعد كده يتحول اللون إلى الأزرق بعد كده يتحول إلى الأحمر واضح دكتور طيب أيضا دكتور خلينا تكلم عن أسباب هذه الظاهرة يعني وش اللي يخليها تظهر عند الإنسان وهل يعني ممكن أنه يكون فيه شخص قابل أنه يعيش هذه الحالة أكثر من غيره وليش طيب الظاهرة تظهر أول شيء في النساء أكثر نعم وفيه من النوع الأولي نسمي مرض رينويت هذا نقدر أقول أنه مرض حميد يظهر في ناس معينة أو ناس لا اللي عوامل ما هي معروفة إلى الآن قد تكون من ضمنها بوراثة بيكون عبارة عن نفس الطبيرات إلينا هذا فإنها لا تتعد ثواني أو دقائي معدودة نعم تكون عادة في المناطق الشتوية أو حتى في المناطق الحارة فإذا كيف شغال إذا مثلا الشخص دخل يده مثلا للفريزر وإذا كلا شيء ستبدأ تفرع باقي هذا النوع الأول النوع الثاني اللي يكون لها أمراض أخرى مصاحبة أدى في تغييرات سببت الظاهرة هنا التنميع الظاهرة الجينويد الثنائية والثانوية هذه تكون مع الأمراض أمراض نسيجة ضعفة مثل تصلب الشرائل تصلب الجلد بعض الحمراء التحامل المفاصل المسويدي وهذه تكون أحصى من النوع الأول والذي يبقى لها أناية طائفة وسريعة طب دكتور يعني رينويد ممكن يتشابه في بعض الأعراض مع الليفيدو الاثنين بيعملوا بنفس الطريقة بحيث أنه يصير فيه انقباض في الشعيرات الدموية الدقيقة أو حتى الشريين وغيرها هنا كيف ممكن المريض أو الطبيب يفرق ما بين الحالتين بحيث يعرف إذا كان مثلا رينويد اللي هو من الدرجة أولى اللي ذكرتها أو النوع الأول أو أنه يكون مصاحب لأمراض مناعية أخرى زي ما قلنا لأنه في النوع الأول ما بيكون فترة طويلة يعني بيكون عبارة عن ثواني أو بجاعي ما يكون في آلام ما يكون في ثقر روحات ما يكون يعني بيجي ويروح ويوصف لك المريض بهذا الوصف كذا يعني واضح أنه بيجيين للشي هذا وبيجيين للظاهر هذه وبتختفي لو جسيته بيتختفي لكن في حال كانت مصاحبة للأمراض اللي ذكرناها لا ممكن يكون في ألم ممكن يكون في تقرحات ممكن يكون في تغيير شديد في لون الجل يعني غير حتى نوصل إلى الثوات وشيء ثاني أن الأمراض المصاحبة لأبراط بيكون الأمراض نفسها لها أعراض على الخاصة فبيكون في الأعراض التي هي تبع رينويد بيكون في الأعراض تبع الأمراض اللي ممكن تتبعونها طيب كنت باهرة الأولية بيكون بس بحاله طيب الفرق بينه ما بين اللي فيديو ريتكلارس ماش الفرق بينهم؟ بين الرينويد وال اللي فيديو آه اللي فيديو لا لا الفرق كبير جدا أنت في الرينويد الترسيط عادي في البرس يكون زي ما قلنا في عماكن معينة جدا وفي أوقات معينة جدا فنواء عماكن اللي هي زي ما قلنا صابع اليدان وصابع الرجلان وتكون في البرس لكن اللي فيديو يعني بيتطرق وطرق فتا مختلف يكون سعيد جدا لتطرق بأنهم عنده طبيب المقبل طيب دكتور سلمان خلينا نتكلم عن طرق الوقاية من هذه الظاهرة كيف أنا أقدر أحمي نفسي منها؟ طيب في حال النوع كان لأنه على أولا تتلع تتلع في لذين يعني في حال مثلا مريض هذا عارف أنه عنده مشكلة بنوع وداما بيتبهمه في البرس يحاول قدره مصطاعدة في نفسه مثلا يخلزه في التكييف في الأيام الباردة يعني على درجة داخل نوعا ما أو الأسهل والأريح لما يلبس خفاظة أو تلبس خفاظة لما عاد تقول أن يصد النساء تلبس خفاظة بشكل دائم أو عند النوم أو عند نمس بتطنبع شيء مثلا من الفريزر في الأوقات التي عارف أنه هذا الشيء ممكن تستطيع رينويت باللحظة ألبس خفاظة أنا خارجي مثلا مستشفى أو خارجي مكان مول عارف أني حسن الجو في بارد فألبس خفاظة بحث لما يجيني الظاهرة لكن في حال تعمل النوع الثاني هنا ما فيه شيء يسموه قائع لأنه هو عبارة عن مرض أو مرض مصاحب لمرض ثاني هنا الحل عنده طبيب عن طريق أدوية معينة تختلف طبعا من حال إلى حال واضح لكن دكتور أيضا في البعض يقول لك أنه ممكن يكون مرتبط بفقر الدم أو الكريات الدم البيضاء أو حتى نقص الحديد لا لا هذه الحالة يكون فيه شحوب مو عشان كذا نقول أن الرينويت عبارة عن ثلاثة ألوان هذه اللي يفرغنا بعض الأخوة يعني في حال أنه فيه مثلا فقر في الدم هيكون الشخص عنده شحوب ويكون بس فيه لون أبيض خفيف جدا أو لون شاحب حتى مولون عبض لكن الرينويت لا عبارة عن تخيرات مختلفة وتظهر عن مرض يعني بيشوفه وبعينه زي ما بلون يكون لون أبيض بس شوي يتحول للأزرق بعد شوي يتحول للأحمر لكن فيه اختلاف الألوان واضح واضح دكتور سليمال جهني استشعاري الباطنة والرماتزم شكرا جزيلا وشكرا على هذه المداخلة